أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم أنا عاوز أشجعك أنك تقرأ كلمة الرب كلمة الرب فيها فوائد عظيمة جدا وفيها بركات عديدة وممكن نعدد عشرات عشرات البركات من خلال قراءة كلمة الرب اليوم أنا رح أركز على ثلاث أسباب ليه لازم نقرأ كلمة الرب أولا كلمة الرب هي اللي بتقودك إلى الخلاص بتقود إلى الخلاص أحبائي مكتوب في بطرس الأولى إصحاح الأول وآية تلاتة وعشرين مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد فنحن مولودين من زرع لا يفنى من كلمة الله وهذا التجديد أو التجدد يحدث من خلال عمل الروح القدس في الكيان بقوة كلمة الله التي تخلق الإنسان من جديد مكتوب في رسالة يعقوب شاء فولدنا بكلمة الحق طبعه مش بيتكلم عن الولادة الجسدية كلنا نولد من بطن أمنا عندما نولد لكن هم بيتكلم عن ولادة روحية بيتكلم عن ولادة من فوق شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة من خلائقه فإذن كلمة الله هي اللي بتجدد الحياة والكيان وكلمة الله مش بس بتخلصنا بتعطينا الضمان والتأكيد الأبدي أننا أولاد وبنات الرب شيء ثاني كلمة الله هي اللي بتبنينا بننضج بننمو حتى نصل إلى قامة ملء الله قامة ملء المسيح نكون مشابهين صورة يسوع المسيح قال رسول بولوس في أعمال عشرين والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمة القادرة أن تبنيكم وتعطيكم مراثا مع جميع القديسين فإذن كلمة الله بتخلص كلمة الله بتبنينا يعني نبنى بالإيمان وننضج بكلمة الله السبب الثالث كلمة الله بتحمينا من الخطية مكتوب في المزمور 119 خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليه الإنسان اللي بيتشبع بكلمة الله واللي كلمة الله بتحكم حياته كما قال بولوس لتموثاوس وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح فالكلمة هي المقياس وهي المصار يعني المصطرة اللي بتقودنا بشكل صحيح أن تكون علاقتنا صحيحة مع الرب وعلاقتنا فعلا كلما نظرنا إلى الرب وكلما امتلأنا من كلمة الله يعني مكتوب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى عندما تسكن فينا كلمة المسيح ونحفظها في قلوبنا هذا يحمينا من الخطي بل بالعقس عندما نقرأ كلمة الله تنقينا وتحفظنا وإذا كان في خطيه بتبكتنا حتى نرجع نطلب الغفران والمسامحة من الرب يسوع المسيح قال يسوع للتلاميذ أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم إن ثبتتم فيي وثبت كلامي فيكم فإذا في الثبات في كلمة الرب ونبنى بكلمة الرب وفعلا نخبئ كلمة الرب في حياتنا عندها نتجدد نولد ثانية نحصل على الخلاص الكامل من الخطيه والحياء الأبدية والكلمة تحكمنا نسير أن نبنى بشكل يومي ننضج ونتغذى على كلمة الله لأن الرب يسوع قال يعني ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله وكلمة الله بتحفظنا من الخطيه أنا بصلي اليوم أنه كلمة الله تكون حقيقة في حياتك لا تهمل قراءة الكلمة مرات يمكن بتقول أنا مش شاعر أنا مش حاسس أنا عندي فطور حتى ولو جرب تقرأ الكلمة حتى لو بشيء عادي أو طبيعي لابد أنه عندما تقرأ وتستمر في القراءة أنه بتحس أنه كلمة الله قوية فيها سلطان اللي بتبتدي توجهنا وتغيرنا وتقودنا بالكامل إلى يسوع المسيح بصلي أنه ربي يباركك وفعلا اليوم تكون من عشاق ومن محبين كلمة الرب إذا الرب باركك في هذا التأمل شارك مع الآخرين اعمل شير وبرده منحب نسمع منك ربنا يباركك شكرا